يحتج الأطباء المبتدئون في إنجلترا للمطالبة بزيادة الأجور وبدأ إضرابهم يوم السبت ومن المقرر أن يستمر خمسة أيام أي حتى يوم الأربعة وتطالب الرابطة الطبية البريطانية باستعادة الأجور بنسبة 35% للأطباء المبتدئين لكن الحكومة تقول أن الطلب لا يمكن تحمله بسبب الضغوط المالي العام هذا وشهدت البلاد احتجاجات في مختلف القطاعات على مدى العامين الماضيين للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخم المرتفع منذ عقود وأزمة تكاليف المعيشة